بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي بشاهدة قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ورحمة بحضراتكم معنا في ستوديو الأبطال نرد الحقيق عندنا يوم مزدحم من الأحداث الرياضية هنردنا لحضراتكم الساعة السادسة يعني بعد حوالي ساعة من الآن مباراة الكرة الطائرة رجال ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في ختام الدور الأول المباراة تقام على صالة المأولين العرب وإن شاء الله نتناولها بالتحليل الفني وطبعاً من كل جوانب أهمية مباراة وتحليل الفني مع ضيوفي والساعة 8 ونص عندنا مباراة تانية كرة السلة رجال النادي الأهلي ونادي طلاعي الجيش مباراة مهمة أيضاً لكرة السلة لاستعادة ذاكرة الانتصارات وإن شاء الله ويرجعوا لجدوالهم الطبيعة في البداية برحب بضيوفي طبعاً منورني في الستوديو نجوم مصر في الكرة الطائرة الكابتن ممدوح اسماعيل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق وعضو لجنة انتقاء المواهب بالنادي الأهلي أهلاً بك يا كابتن أهلاً بك يا كابتن برحب طبعاً بالكابتن أحمد زكريا مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي وأحد نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقاً أهلاً بك يا كابتن كابتن أحمد في البداية إذا ما تعودنا مع بعض بنوضح للسادة المشاهدين أهمية المباراة لكل الفريقين يعني هي مباراة تيجي في نهاية الدور الأول ولكن ليها حسابات نادي الزمالك وأيضاً ليها حسابات للنادي الأهلي تفضلك أعتقد أن المباراة النهاردة يمكن أول مرة تبقى زوء أهمية يعني طول عمر يعني بقى لنا فترة كبيرة أول نادي الأهلي دايماً بيحسم البطولة موكراً من دول أولاني زمالك ممكن كان بيخسر مالش أو مالشين فالدوري بيبقى يعني محسوم للنادي الأهلي من الأول لكن أول مرة الزمالك يبقى متفوق على النادي الأهلي يعني بالحسابات كده هو نقطة واحدة بين الأهلي والزمالك إن الزمالك يعني خلص ماتشاته والأهلي عندهم مباراة مؤجلة ففيه فرق هو أربع نقاط لكن لو الأهلي إن شاء الله كسب الماتش حيبقى فيه فرق بينه بين الزمالك نقطة واحدة فالماتش النهاردة يعني حيحسم بشكل كبير أوي الشكل البطولة من الأول يعني أول مرة تبقى البطولة فيها يعني يمكن يا كابتن هو يعني أفهم من كلام حداك إنه سابقا أو يعني في السنوات اللي فاتت كان النادي الأهلي بيوصل لمباراة الزمالك لأنه في الغالب تبقى آخر مباراة في الدور بيبقى حاسم تقريبا تقريبا يعني بقى لنا فترة كبيرة ولكن أول مرة يبقى المباراة لها دور كبير في تحديد بطل الدوري السنة دي يعني خلاص بقى الأهلي والزمالك تقريبا بقى في حتة لبقى لوحدهم يعني الفارق بين نفسه بينهم بين بعض يعني على تحديد بطل الدوري ويبقى فيه حوالي أربع فرق بنفسه على المركز الثالث والرابع فالدوري السنة دي يعني ما شاء الله دوري قوي أو شاء الله يعني يعني إن شاء الله نتمنى الفوز للنادي الأهلي كابتن يعني برضو النهاردة يمكن نادي الأهلي تلقى اخسارة مفاجئة وكانت غير متوقعة من نادي بيتروجيت ونادي الزمالك لعب الدور الأول بدون ولا هزيمة فمباراة النهاردة تعني الكثير لفرقين نادي أحلي بسم الله رحمن أبحيم يمكن لقاءات القمة ملهاش معايير ماتش في الملعب من اللي حلفه التوفيق وحنيجي نبص للجولة السابقة كان الزمالك بيلاعب نادي الجيش وكانت المباراة ساخنة جدا وكان في ريق الجيش في المتفوق في الشوت الأولاني وفي التاني لولا خبرة اللاعبين قليلة لأنهم جيل صغير السن ممكن كابتن أبراهيم بيعد جيل أصدح ديك المباراة السابقة اللي فاتت على طول في الجولة السابقة أنا روحت مخصوصة أخي نتفرج عليها عشان أشوف وقف على مستوى فرقة الزمالك ولو الكلام يبقى من خلال الواقع عشان أقدر أخبار حياتك أشوف واحد أقايم الدنيا شكلها إيه عشان أما نتكلم ننقل الحقيقة للجماهير بصراحة المدير الفاني نادي الزمالك كان داخل المباراة وعينه على لقاء القمة بدأ بتشكيل كان ريدا هيكل وأحمد فتحي بدأ بموءة ومصطفى دبشة وأحمد يوسف رشاد شبل رشاد شبل كان من أفضل المباراة اللي لعبها في حياته يمكن أول مرة أشوفه بعد ما أخد الخبرة دي كلها من نادي الجيش واتنقل لنادي الزمالك وأول موسم يلعب فيه مع نادي الزمالك كان بلعب بحرقة جدا إدى للمباراة حماس عين كابتن محمد اللقاني على المباراة القمة خليته مركز إنه فعلا هو هيلعب المتش الجاي نادي الأهلي عايز بايا حمين عايز يكسب بس بشرط المباراة دي عشان يحافظ على الصدارة النادي الأهلي لعب القناة في الإسماعيلية وكابتن ميدو عينو على نادي الزمالك علشان مريح لعبته طلع على الاتنين المحترفين برة طلع محمد عادل برة التشكيلي عشان رياحهم طلع كل الأساسيين ملعبهمش وريحهم وفي نفس الوقت إدى دافع للعبين البودلة عشان يقدر يستفيد بيهم في مباراة الزمالك النهاردة فبصراحة عملوا حالة بس حداك قلت لي أن مباراة الزمالك السابقة اللي كانت مع نادي طلع الجيش كانت في ملعب طلع الجيش في نشيط البكر مزبوط وحداك قلت أن نادي طلع الجيش كان بيتقدم في الأشواط يا حقيقة كان ماشينا على طول كان بيوصل مثلاً تسعتاشر ستاشر اللي صالح نادي الجيش وخباراتك في شوط الأولانية ويجي في النقطة اللي النهائية ما عندوش الفاردة اللي هي تنهي الشوط خبرات الملعب مثلاً وخبار حريطك لعابة الزمالك كابتن أحمد يوسف عندو الحتة دي في الخبرة إزاي يلعب على الطاتش إزاي يحط الكرة بليس فقدر ينهى الماتش لصالحهم كان بتيجة ترتصف الشوط الثالث لما الولاد بذلوا مجهود كبير جداً بترجيش في الشوط الأول والثاني استسلموا حسوا أن هم عملوا كل حاجة في الشوط الأول والثاني والشوط الثالث للأسف وخباراتك خلص بسرعة وكانت استضارة النادي الزمالك لحد الجولة اللي فاتت طيب كابتن خلينا برضو يعني أجل حضرتك لو إحنا يعني حسابات ماتش النهاردة فضل النادي الأهلي إذا فاز فإن شاء الله الموضوع رجع للنصاب وبقت الفرقتين إكوال في النقاط وفي كل شيء حسب نتيجة المبارة النهاردة إن شاء الله الأهلي يكسب 3 صف حيبقى الأهلي متصدر بنت حيبقى بنتين حيبقى بنتين لأنه في فائق بنت من الأول حياخد 3 والزمالك مش هياخد لو 3-2 حيبقى الـ 2 يتساوي يعني أيا كان النتيجة في منتهى الأهمية بالنسبة للجولة نادي الزمالك لو فاز يعني هيزود هيزود الجاب هيزود الجاب وهيدي صعوبة في الدور التاني وهو بقى نادي الزمالك يتعصى في أي ماتش إنما مش هيبقى الموضوع بإيدي بش مش بيدي الزمالي آه مش هيبقى بإيدي فعشان كده النهاردة في ماتش النهاردة بإيدي ولا بياد عمف زي ما بيت قال في المسا طب يعني هو الفكرة كلها إنه طيب المباراة جاية في وقت يعني يمكن بنهاية الدور الأول بتبقى أغلب الفرق بتبقى خلص أرفت مستوها الحقيقي خلاص ما عادش عندي حاجة يعني أنا عرفتها وكنت عرفتني وكل اللاعبة لعبه مفاتيح لعب الفرقتين إيها كابتن يعني إنت لو بتحلل دلوقتي وبتشوف النادي الأهلي هاعتمد عليه ونادي زمالك هاعتمد عليه هو إممكن النادي الأهلي عنده مميزات إن الملعب عنده طويل بمعنى طويل حقة الصد عنده عبدالله عبدالسلام وخبلك من أطول بليميكر اللي موجودة في مصر وفي أفريكا ده في العالم وخبال حالتك فمدي ميزة للنادي الأهلي عن نادي الزمالك. عند النادي الزمالك عنده الاتنين المعدين. مش طوال قوي. يمكن برحيل برضو اشفى ابو الحسن حاوي الكرة الطائرة في مصر. رح شموحة. رح شموحة. رحيله وراح للنادي سموحة. يمكن عندهم مطش النهاردة مع نادي الجيش. آآ المطش ده حفظ كتير جدا في دخول المربع. لان الجيش وخبر حادثك. اما خسر من الاتحاد وخسر من الزمالك وخسر من الأهلي. اصبح موقفه في التفتيب دلوقتي الخامس. فلو كسب النهاردة. يريجع للمربع تاني. الاتحاد عنده مطش مع بترجيت الساعة اربعة. لو الاتحاد كسب يبقى ضمن دخوله المربع. لو خسر من بترجيت. يبقى بترجيت حتقرب من الجيش. وممكن المجموعة دي تلعب. اه. 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 تلات فرق دولت بنفسه مع اه. المركز تالت. اه. من التالت. من التالت. من تلاتة. من تلاتة المعدين بتوعنا اطوال. طب ايه تاني عندنا يميزنا. عندنا اتنهاردة كابتن محمد مسلحي برجوع عبد الحليم عبه من الاصابة من اطول اللاعبين اتنين متر سبعتاشر. ومحمد عادل اتنين متر احداشر. كابتن دي اللي عطات من المطش اللي فات النادي الاهلي وتراعي الجيش اللي غطيناها على القناة النادي الاهلي واللي انتهى في فوز نادي الاهلي تاتة واحد. وكنا اتطمننا بشكل كبير على الفرقة. اتفضل يا كابتن. عندنا عبه اه طبعا اتنين متر. اتنين متر سبعتاشر. ومحمد عادل اتنين متر احتاشر. وعندنا اللاعب المحترف اه ريموند. وعندنا اه احمد سعيد الفتاة الطائر. فالمجموعة دي بتلعب بقالهم جميع سنة مع بعض. طب قد نسمع ان عرفت ان قد برجع الحمد لله. قد بلعب ماتش هايل وكان البستس كله بتاع الماتش اللي فات. ودي حاجة تمنتنا ان الدكة عندك. بقت قوية. بقت قوية. يا مسلم. انت النهاردة بتقدر. عبد الحليم احي عبه قاعد بره. عم حمد عادل لو خسع في النص حيطلع وينزل عبه. لو المحترف اه ما 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 كانش موفق برضو حينزل عبه. لان عبه متعود. كان يشيل المتشاط دي. وعنده خبرات كبيرة جدا. فعنده التلاتة بتوع تلاتات ان شاء الله النهاردة. يقدروا يحققوا العرف ان هما يتفوقوا على السناتر بتوع نادي الزمالك. لان هم اقل منهم خبرة. البزائد احمد سعيد اللي بيشوت من ستة. لكنه بشوت من على الشبكة. القادمون يا من الخارج. اه اه اه. يعني يا كابتن داب يعني من وجهة نظر حدك دي قوة النادي الاهلي. كابتن احمد اجل حضرتك. من وجهة نظرك الفنية. قوة نادي الزمالك في النهاردة. هو طبعا اللي احنا يعني كان الزمالك عنده اللعيب محترف. طريبا النجاح انه هو يتسجله. دي طبعا دي هتبقى يعني مفاجأة للي احنا يعني هو المشكلة انه نادي الااهلي انه ما يعرفش مستوى اللعب اللعب المحترف لانه. هو بيلعب مركز جامكات. هو بيلعب مركز اربعة. هو ما كانش تسجل حتى امبارح تقليل. اه تسجل امبارح. ايه. انا شوفت صور الحقه وهو بشارك في اخر اه تاملينة ليهم. اه بس اه يعني طيب اي نقاط القول. هو لو يعني هو لو استقباله يعني ممتاز طبعا هيبقى هيبقى هيديه للنادي الزمالك. هيبقى هي يعني هو هيبقى عندهم الثلاثة المستقبلين مستوى عالي جدا ودية هتبقى نقطة القوة بتاع تنز مالك لكن هما ما يقال بس في العالي يا كابتل أجانب يعني حتى اللي كانوا بيجوا مع نادي الأهل مش فيه مستفى عامة بيبقى استقبالهم ما بيبقاش زي المصريين يعني مفروض ان احنا يعني عندنا مركز أربعة مركز ممتاز وخاصة لو فيه اللعب عبد الرحمن الحسيني لو اللعب في الفريق الشباب موجود النهاردة همش عارفين هو اسم موجود بس اللي احنا هو يبقى مشترك هو اللعب برضو يعني ممتاز يعني هو أقل شوية من أحمد سعيد هيك هو نفس الخبرة وهو ممكن أحسن يعني كان لعب طولة العالم للناشئين كان من أحسن لعيبة فهو اللعب ممتاز اللي هو موجود النهاردة برضو حيضيف يعني حيضيف إضافة كويسة جدا للنادي الأهلي من اللعب مستقبل يعني استقبال مستوعالي جدا ضرب برضو ضرب على الشبكة ضرب من ستة يعني أقل شوية من أحمد سعيد لكن هو لعيب إضافة كويسة أول للنادي الأهلي طب كابتن يعني نستعرض مع بعض كده جدول ترتيب الدوري الممتاز يعني خلينا برضو عشان يا سادة المشاهدين يكونوا متابعين معنا موقف بالزبط بالأرقام بالنقط جدول ترتيب الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة تفضل لكابتن طبعا الزمالك في المركز الأول وعند لعب عشر مباريات لعب تسعة وعشرين نقطة النادي الأهلي في المركز الثاني لعب تسعة مباريات عنده خمسة وعشرين نقطة عنده مباراة مؤجلة مع نديل تغيران لو كسب حيبقى تمانية عشرين نقطة يبقى فرق بينه مع الترسانة ودي اللي اتأجلت يعني دي اللي كان ندي الأهلي تغيران كانت مفيد تلاعب الأربع اللي فات آه عشان الأهلي لرجال المعرض على السادة المشاهدين نتفضل لك السموحة لعب عشر مباريات لعنده اتنين وعشرين نقطة اتحاد السكندري لعب عشر مباريات عنده تسعة وعشر نقطة طلاعي الجيش لعب تسعة مباريات عنده مباراة مؤجلة برضو عنده تمنتاشر نقطة لو كسب المباراة دي هيبقى واحد وعشرين نقطة وهيقدر يطلع على النادي هيقدر يطلع على اتحاد فيه بتروجيت في المركز السادس عنده سبعتاشر نقطة الطيران عنده مباراة مؤجلة عنده 11 نقطة السبورتينج اللي هي بتسعة مباريات عنده ست نقطة الترسانة في المركز التاسع لها تسعة مباريات وعنده سبع نقاط للقناة القناة بتقالية عنده مباراة مؤجلة ليه مباراة مؤجلة بتاعة النقارض اه يعني عنده مباراة مؤجلة عنده خمس نقاط خمس نقاط والهيليوبلس عنده برضو مباراتين مؤجلتين لها تم مباراة عنده خمس نقاط والداخلية لها تسعة مباراة تسعة مباراة عنده أربع نقاط خلينا نوضح حاجة للسادة المشاهدين برضو إنه يمكن فريق سبورتنج وفريق الترسنة يمكن عشان نوضح للسادة المشاهدين أكتر سبورتنج عنده ست نقاط وجاي في الترتيب قبل الترسنة اللي عندها سبع نقاط ده عشان مباريات الفوز عنده تلات مباريات فوز والترسنة عنده مباريتين ونذكر تاني سادة المشاهدين يا كابتن اللايحة الاتحادي الدولي برتبك في الجدوى لحسب مباريات فوزك مش نقاطك يعني هي الأول بعد كده لو تسوي يبقى النقاط يعني في ترتيب الأول يجي وده مش احنا اللي بنقول ده التحال دولي الآن ولو انت فوزت تلاتة سفر تلاتة سفر أو تلاتة واحد بتاخد تلاتة نقاط والفريق الخاصر ما بيخدش ولا نقطة لو تلاتة اتنين بياخد الفريق الكاسبان بياخد نقطتين والفريق الخاصر بياخد نقطة واحدة وده فرق ناف لأن الدنيا بتبقى عائلة جدا فبتبقى الدنيا يعني كده فيها عدل كبير جدا طيب أجي الحدادة كابتن مندوح يمكن المشوار بتاع النادي الأهلي في الدور الأول عشان ده ده نهارده مباراة ختام الدور الأول فإحنا علعبنا تقريبا حوالي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر مباريات ممكن حدادة نستعرض نتائجهم مع السادة المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم مشوار الأهلي في الدولة القوة الطائبة في الجولة الأولى فوز على سموحة تلاتة سفر الجولة الثانية الخصوى من أمام بوترجت تلاتة اتنين الجولة الثالثة الفوز على هليوبلس تلاتة سفر الجولة الرابعة مباراة مؤجلة أمام التارسنة وحتتلعب إن شاء الله بعد مرش الزمالك يوم ستة وعشرين تلاتة الجولة الخمسة الفوز على سبورتنج تلاتة سفر الجولة الستة الفوز على الدخلية تلاتة سفر الجولة السبعة الفوز على الطيران بنتيجة تلاتة سفر الجولة التامنة الفوز على التحاد السكندري بنتيجة 3-0 الجولة التاسعة الفوز على طلاق الجيش 3-1 الجولة العشرة الفوز على نادي القناة بنتيجة 3-0 الغريبة كابتن أنه مباراتنا أمام بتروجيت خلص التلاتة اتنين بس بتروجيت ما استمرش على هذه النتائج بعد مباراتنا يمكن حصل له هبوط شديد جدا في النتائج بعد المبارات هم يمكن سموا فوز النادي الأهلي كانت أول مرة في تاريخ الكرة الطائرة يمكن نادي بتروجيت كان متعود أنه يكسب نادي الزمالك أيام ما كنت ماسك في موسم 2008-2009 يمكن كسبت نادي الزمالك 3 مرات في موسم 1 فالولاد متعودين أنهما في مطشرة الزمالك هما الأعلى إنما في مطش الأهلي كان بيخلص بمنتهى السهولة كان نادي الأهلي تملي مسيطر أو المرة في تاريخ الكرة الطائرة أن نادي بتروجيت يكسب النادي الأهلي هو الموسم ده يمكن كابتن هانيم سلحي المدير الفني لنادي بتروجيت يمكن حضرت أنا المطش اللي فات بتاع الطيران في الجولة السرقة وأكبر دليل يا كابتن أنه كان معنا بتروجيت في المجموعة لتصفيات الأوانية يمكن نادي بتروجيت عمل موسم كويس السنة دي وخبر حارتك ومطش اللي فات كان معنادي كان كسبان 2-0 وبنافس على كان مفروض الدخول المربع بس وقوعه في مطشات زي الطيران المطش اللي فات 3-2 بعد ما كان كسبان 2-0 حطه في موقف برضو لا يحصل عليه النهاردة مع نادي الاتحاد بيلعب دلوقتي حاليا السعر بقى في المركز الأولمبي المطش ده حيتمثله بصفة كبيرة هل حينفس على المربع ولا حيخرج يلعب من 5 للسادس وخبر حارتك وينفس مع نادي الجيش أو نادي الاتحاد التلاتة حتبني النهاردة إن شاء الله بعد لقاءات الجيش مع سموحة والاتحاد وبتروجيت طب كابتن أحمد يمكن عايزين استعالت برضو مشوار نادي الزماني فإذا سمحت نسترد مع السادة المشاهدين أيضا زميك طبعا لعب لكل مبارات والمبارات العشرة فأول في الجولة الأولى فاز على القناة 3-0 الجولة الثانية فاز على سموحة 3-0 الجولة الثالثة فاز على بتروجيت 3-0 الجودة الرابعة فاز على هليوبلس 3-2 ودي طبعا برضو كانت مفاجأة هليوبلس للترتيب احنا قلنا هليوبلس كانت ترتيبها لقبل الأخير قبل الأخير فدي كانت برضو مفاجأة يعني إنه هو يطلع واحدة اتنين ويكفوز بشكل أول بس وكرة طيرة يعني أنت لازل تنزل ماتش ما تحسبش الحسابات اللي قابليها المباراة سهلة أو صعبة دي بعد المباراة لكن وسط قبل المباراة ما قدرش أناقول أن أنا حكسب أو أنا كسبت الفرقة دي قبل كده صحيح إحنا الجولة الخامسة كابتين الجولة الخامسة فاز على الترسانة 3-0 الجولة الثالثة فاز على سبورتيجن 3-0 الجولة السبعة فاز على الداخلية 3-0 الجولة التمنى فاز على الطريان 3-1 الجولة التسعة فاز على الاتحاد السكندري 3-1 الجولة العشرة فاز على طلاع الجيش 3-0 وعنده 29 نقطة خلينا أقول لك كابتن أن النادي الزمالي خسر في مجمل أشواط وأربع أشواط زينا يعني إحنا خسرنا 3 أشواط من نادي بتروجيت وشوط من طلاع الجيش ممعهم أربعة نفس الكلام بالنسبة لنادي الزمالي خسر شوطين من أهل يبلس وشوط من التيران وشوط من اتحاد السكندريا فالدنيا آه فالدنيا آه عشان كده إحنا لو كسبنا مثلا نهاردة 3-2 حتى 3-2 إحنا أول برد يعني إن شاء الله نكسب يعني إحنا برضو نحلل بكل آه لأ طبعا بس يعني مكسب لنسبة لأهل النظام مهم جدا آه مهم عارف في مباريات لا تقبل الإسمة نحن نستقع يعني لازم يبقى إحنا بأيدينا أن إحنا يعني إحنا نخلص الدور الأولاني وإحنا متصدرين وإحنا الدور الثاني يعني أتوقع طبعا لو الأهل إن شاء الله يعني كسب خلاص ما عم فيش حاجة هتقدر توقف معنا يعني إن شاء الله فرقة يعني الفرقة ممتازة جدا إحنا مستعدين وخلي بالله كابتن يعني إحنا قمنا المشوار ليه عشان ناخد انطباع عن المشوار الفريق يعني إحنا الحمد لله محدش خد منه أكتر من شوط يعني الفرقة يعني يمكن عندنا يعني أكتر من 18 لاعب حتى الفريق الفريق الشباب لما يتمرن مع الفريق مستوى التمرين يبقى عالي جدا يعني هو ده ده ميزة أي فرقة لو عندها لعيبة متكاملة بيبقى هو ده ده بيرفع مستوى الفريق كله صحيح يعني لازم الفريق المناء يعني الفريق يعني لازم بيقى فيه التمرين جامد جدا صحيح يعني في التمرين بيقى جامد هو ده التمرين يعني اللي واحد ما يتفرج على التمرين مستوى بيقى عالي جدا يعني صحيح طب كابتن ممدوح حاجة لحضرتك نستعرض الجهاز الفني لطائرة رجال النادي الأحلي فضل كابتن محمد مسلحي مدير فني كابتن خالد أبو زينة مدير إداري كابتن تامر مجدي مدرب عام كان كابتن تامر مباح معايا يعني إداني حاجة مهمة جدا إحساس اللعبين قبل لقاء القمة طب خلينا نستعرض القيمة تفضل وعايز أجل حضرتك في حتة دي لأن دي مهمة بس خلينا نستعرض القيمة كده مع بعض بسرعة وإيه نقول على الحوار اللي دار بلك ومن تامر مجدي كابتن محمود جمعة مدرب عام الدكتور إهاب فخردين طبيب الدكتور سامح ظلام علاق طبيعي الدكتور حسن عبد المجيد مخطط أحمال كابتن أيمن علي إداري كابتن أحمد سعيد محلل تقني كابتن عبد الرحمن ميكي مدلك كابتن أحمد رشاد مهمات تمام يعني بقى نعرف الحوار اللي دار بيننا حضرك وبين كابتن تامر مجدي مبارح لأن أكيد حاجات يتهمنا ديك وليس هو أنا بني وبينك بقى لي يومين ما بنامش طبعا لأن إحساس لقاء القمة أرجع عن الزكريات جميلة أيام كنا بنلعب مع كابتن أحمد زكريا طبعا لي السابق في لقاءة القمة وكان تمال يجيب في مطشط هاترك كانوا مساممينه بالإرسال من ثلاثة بونت وبعض وكانت الجماهير تطلع حفظة لكابتن أحمد زكريا ويا ما كسبنا ويا ما حققنا إنجازات وتعلمنا منه حاجات كثيرة جدا لقاءة القمة تمالي الإنسان اللي هو اللعب اللي بلعب في نادي الأهلي عايز يسعد الجماهير بأي طريقة ما بينامش الآن متوتف بيبقى مركز جدا قبل المطش عايز يطلع المطش تلاتة صفة أسرى عوقت ممكن إزاي حيسعد الجماهير فأنا أول ما شفت تمالي جنباه فات عليها في مكتب في الشجل فإزاي بسأله حال اللعب إيه ممكن بتطمن كمان محمد عادل آآ محمد قفل التليفون آآ بكلمه المراته بيتكلمه عشان يرد عليها هم مركزين في حالة تركيز دائم كل اللي بيفكروا فيه إزاي يتصدروا بيبحثوا عن الصدارة النهاردة فمحاضرات قائمة من أول اللقات الجولة اللي فاتت كابتن محمد المسالح يدخلهم معسكر تمين صبح وبعد الضه مركزين كل اللعيف في زمالك بيعمل إيه بيوضح عبدالله حيعمل إيه كل اللعيف في نادي الأهلي من سواء البديل أو الأساسي حيعمل إيه استبيحت ممكن الحمد لله منمت مباح لا وإن شاء الله يتمنوننا النهاردة هم على عهد دائما أبدا بيكونوا رجالة عزيزي المشاهدين خنطلع لفاصل سريع وننجح نكمل استوديو التحليلي لمباراة القمة في الكرة الطائرة ما بين الأهلي والزمالك ولكن بعد فاصل أهلا بحضراتكم الجديد ونفكركم النهاردة إن شاء الله عندنا يوم رياضي طويل عندنا مباراة الكرة الطائرة رجال الأهلي والزمالك هتبقى إن شاء الله ساعة سادسة وعندنا كمان مباراة الكرة السلة ما بين النادي الأهلي وطلاق الجيش يوم يعني جميل هيبقى فيه أحداث وعلى الهواء مباشرة وفكر السادة المشاهدين اللي مشاهدين يتفرج علينا على شاشة قناة النادي الأهلي المتشاط هتبث بالسجل التحليلي على صفحتنا على الفيسبوك وكمان صفحتنا أو قناتنا على اليوتيوب شانيل فطبعا ياريت يعني لو مش قد تابعنا على الشاشة تابعنا على الانترنت وأكيد هتبقى يوم جميل لنا إن شاء الله ونطبعنا الفوز لفرق النادي الأهلي كابتنا أحمد داجل حضرتك محتاجين لنستعرض مع السادة المشاهدين الجهاز الفني لطائرة رجال نادي زمالك فضلك وطبعا المدير الفني كابتنا محمد لآني وهو مدرب قدير ويعني كرار كان زميل ويعني زميل ملاعب يعني هو صاحب إنجازات للكرة الطائرة فإحنا يعني بنحيي برضو نحن زميلنا من يعني كان منتخب والنادي والفلحة هي في الأول آخر رياضة نقدر طبعا يعني يعني لعبي منتخب مصر جميعا ونقدر طبعا المواهي في أي مكان المدرب العام هو كابتن هشام قد والمدرب المساعد وليد أبو العلا كابتن أحمد شعلان المدير الإداري الدكتور أحمد سعودي طبيب برضو الفريق وده كان لاعب برضو معد في نادي زمالك والدكتور غريبة شوانا نلاقي طبيب كان لاعب فديش شوية ها لأ كان ما شاء الله طول عمر معد كويسة معد كويسة والدكتور هشام وهبة علاق طبيعي وتأهيل الإصابات الكابتن شريف السادات مخطط أحمال والكابتن هاني سمير محلط تقني وإحصائي والدكتور بقى حاتم قنديل أخصائي تدليق وكابتن سعيد أبو العيلة مهمات تمام يمكن برضو يا كابتن يعني دي زمالك لجأ السنة دي يمكن بشكل كبير على التخصصية كمان في جهاز الفن اه كابتن لقاني دي من ذاتك كابتن لقاني برضو انه هو بيحب التخصص وبيحب يعني كل واحد يبقى ليه مهمة في الفريق فدي يعني عش كده زمالك هو في الصدار السنة دي يعني طيب طيب خلينا نروح لأرض الملعب طبعا مرسلنا في أرض الملعب كريم أحمد ونوران أو نورهان طمان نشوف الأخبار ايه ونشوف طبعا الأكواء والكواليس والاستعدادات ماتش تفضل يا كريم برحب بيك طبعا يا كابتن عيسم كل التحية لك والكل المشاهدين وأيضا كمان كل التحية لزمالتي العزيزة الروهان طمان الأكيد يعني هنحاول نحن نقلل صورة جديدة وشكل جديد لمباراة الكرة للطائرة احنا المباراة مهمة جدا ودير بي قوي جدا يا كابتن عيسم أكيد أنت عارف الزمالك ونادي الألي هنا في صالة المخولون العرب لكن هنخلي طبعا زمالتي النورهان تبدأ معاك يا كابتن عيسم وتحاول طبعا تحط جمهور النادي الألي في أخبار كتير برحب بيك يا نورهان عندك النهاردة في المباراة برحب بيك طبعا في البداية يا كريم وبرحب كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا طبعا في انتظار المباراة يعني والديربي المنتظر اللي هيقام إن شاء الله الساعة ستة هنا في ملعب أو صالة المهندس حسين عثمان اللي يمكن الاتحاد المصري لكرة طائرة بقيادة كابتن سامح حمدي قرر إن المباراة تقام هنا على أرض محيدة تجنبا للأزمات المباراة بدون جمهور طبعا يعني زي ما احنا عارفين يمكن في فترة الأخيرة ده السمة السيدة في معظم هذه المباراة لطبعا تخوفا من تفشي فيروس كورونا معينا طبعا بعد الأخبار أو بعد المعلومات يا كريم عن المباراة أو فيما قبل المباراة نادي الزمالك بيتصدر جدوى للمسابقة برصيد 29 نقطة ويليه النادي الأهلي برصيد 25 نقطة نادي الزمالك خاض 10 مباراة حقق فيهم العلامة الكاملة بينما النادي الأهلي خاض 9 مباراة فقط وفاز في 8 وخسر في مباراة واحدة فقط ويتبقى له مباراة أمام الترسانة يمكن كمان آخر مباراة لنادي الأهلي كانت أمام القناة واستطاع الفوز بـ 3 أشواط دون رد ولكن طبعا إن شاء الله ننتظر أداء أقوى لنادي الأهلي وطبعا نادي الزمالك خلينا نقول أنه آخر مباراة لي كانت أمام طلع الجيش طبعا وفاز فيها بـ 3 أشواط دون رد طبعا لسه في معانا تفاصيل تانية مع زميلي كريم أحمد هنا وهيكلمنا عن الفنيات أكتر معانا من صالة المباراة شكرا طبعا يا نورهان ويمكن أنت عارفة كابتن عيسم المباراة محتاجة تحدي كبير وروح كبيرة جدا نظرا طبعا للترتيب النادي الأهلي 25 نقطة محتاجين بقى الفوز والجدية الكبيرة جدا من لقابة النادي الأهلي بقيدة طبعا كابتن ميدوم صلحي اللي يعني بنقوله ربنا معاك النهاردة هيساعدوا بشكل كبير جدا وتفرق معا المباراة لأن لسه عندنا مباراة مؤجلة كمان أمام فريق نادي قالت رسالة لسه ما تحددتش هذه المباراة لكن إن شاء الله بإذن الله عندنا سوقة كبيرة جدا في كل اللعيبة طمنا بشكل عام كابتن عيسم على حالة اللعيبة الفنية مدى تركزهم كمان طمنا طبعا على الكابتان عبدالله عبدالسلام كابتن فريق النادي الأهلي تتعرف يمكن كابتن ميدوم صلحي رياحه في المباراة الأخيرة على أساس يكون متواجد بكل قوته متواجد إن شاء الله في قديل المباراة المباراة محتاجة روح كبيرة ومحتاجة تحدي كبير من الكل اللعيبة اللي إن شاء الله بإذن الله نراهن عليهم ونروهان وبإذن الله نهاردة يكون التوفيق مع لعبة النادي الأهلي يعني إن شاء الله بنتمنى بقى ثلاثة صفر دي هي نتيجة المعتادة لفريق النادي الأهلي لكن يا رب ان شاء الله ربنا بس يحافظ على اللعيبة. وخلاص يعني قدر اقول لك ان احنا في اللحظات الاخيرة للاستعداد يا كابتن عيسم. وبيز لله ان شاء الله يكون المباراة من نصيب النادي الاهلي. وكون تغطياتنا مستمرة هنا من صالة المخوري العرب سواء انا او زميلة نرهان. اسناء المباراة. وبعد المباراة ان شاء الله يا كابتن عيسم. طبعا زميلي كريم احمد ونرهان طمان قلب معاكم اه تغطية يعني جيدة بكتونا كل المعلومات الحقيقة اللي احنا عايزينها بشكركم شكرا جزيرة واكيد هنجعلكم تاني عشان ناخد اجواء المباراة وكمان اي جديدة عندكم ان شاء الله انا نعرفه منكم بشكركم شكرا جزيرة. الحقيقة يعني زي ما حضركم شفتوا يعني الفريقين بين عليهم الجدية التامة في التسخين ممكن هم اه كريم ونرهان وهم بيتكلموا انا كنت عيني على على الفرقتين. الحقيقة شايف تركيز كبير جدا مش مش يعني احنا مش خافي علينا زي ما انتم شايفين. اه وده الاحماق على الهوى يعني من ارض الملعب زي ما حضركم عارفين احنا نفسنا عارفين اهمية المباراة ما بالكم باللعيبة. اه الحقيقة الاول مرة من سنوات يعني مباراة الاهلي والزمالك. اه زي ما طبعا كابتن كابتيني وكابتن مصر كابتن احمد زكريا قال انه اه يكون لها دور كبير. كان دايما ابدا النادي الاهلي بيحسامها بدري. بس كابتن احمد يمكن ده بيدي برضو يعني تشويق وبيدي اصارة اكيد. طبعا الانسان الفاتح الاهلي حسم البطولات كلها وكانت على حساب نادي زمالك يعني بطولة عربية كان الاهلي كسب تلتة صفر في النهائي وكسب زمالك تلتة صفر. وكان برضو في الكاس مصر كسب زمالك تلتة صفر في دور قبل النهائي. فاحنا الاهلي ان شاء الله معودنا ان هو يعني في الماتشات الحساسة اللعيبة اللعيبة عندها خبرة عالية جدا. الفريق متكامل. عندنا اتنين معدين بتاع احسن من المعدين في في مصر. يعني كابتن عبدالله كابتن حسام آآ يوسف. عندنا برضو احسن اتنين في المركز آآ آآ واحمد صلاح واحمد قد. عندنا مركز ثلاثة متكامل جدا. اطول. فاحنا الفرقة يعني ان شاء الله هم يقدوا يعني ابسط حاجة في التنمارين اللي بيعملوه. لو ان شاء الله يحسنوا المباراة بكل سهولة يعني ان شاء الله. فاكتبا امدوح تعليق على اللقطات اللي جاهدنا حية من ارض الملحب. يمكن كان في عندنا بنشوف مين اللاعب رقم اربعتاشر اللي هيتساجل. هل هو عبدالرحمن سعودي لعب مركز ثلاثة ولا عبدالرحمن الحسين. هنا كابتن ميدو يمكن نفضل ان هو يحط في كل مركز الترتيب زي ما انتفضل كابتن احمد زكريا. اربع لعيبة في مركز ثلاثة. واربع لعيبة في مركز اربعة. واتنين اوبزت واتنين معدين واتنين لبرو. يمكن كان نفس انا يكون موجود عبدالرحمن الحسيني. لان هو كان هيبقى مفاجئة المباراة. لان عبدالرحمن الحسيني متصنف من اللاعبة الضريب العالميين على مستوى بطولة العالم الاخانية في طولة الشباب. ولسه اواخد بطولة افريقيا مع منتخب مصر. ولعيبة عنده خبرة. ويمكن احنا بندخل السن الصغرية مع الفرق عشان نعمل احلال وتجديد. بس هي وجهة نظر. كابتن ميدو مفيش احتياجات الفريق. اه يعني اعرف كفسي. ان سعودي كنت دخل خلاص. اه انا دخل المكان مين يا جماعة دكتد? عبدالرحمن الحسيني. دخل مكان عبدالرحمن الحسيني. يعني عبدالرحمن سعودي. دخل مكان عبدالرحمن الحسيني. فده شابك انت لمحت من الارض الملعب احنا. لمحت فعلا اول حاجة او شفته بيهبسخن فعلا طول عرفت ان هو عبدالرحمن السعودي هو اللي موجود. طب ايه رائك يا كابتن استعرض القايمة. consolidate لكابتن. اه. تفضل لكابتن ممضوح قائمة التقيق رجالي الاهلي بعد طبعا ما جلنا الابديت النهائي من ارض الملعب. تفضل لكابتن. يمكن كابتن احمد زكريا تفضل وقال ان احنا عندنا افضل اتنين معدين واطول اتنين على مستوى مصر وافريقيا ويمكن دول اللي هيحفزه ويعملوا الفارق مع النادي الاهلي امام نادي زماني في مباراة اليوم. عبدالله عبدالسلام رقم اتنين صانع العاب وكابتن الفريق. اه عبدالحليم دل على السلامة عبدالحليم رقم تلاتة ضارب مركز تلاتة. احمد صلاح النجم العالمي رقم اربعة وضارب مركز اتنين وان شاء الله يعمل الفريق النهاردة. كرازمير جورجيف اللاعب المحترف رقم ستة اه من مركز تلاتة. محمود رقوف رقم سبعة ضارب مركز اربعة. عبدالرحمن سعودي ضارب مركز تلاتة. محمد معود تسعة ليبرو. محمد عادل رقم عشرة ضارب من مركز تلاتة. احمد عبدالعال رقم حداشر ضارب مركز اربعة. حسامي يوسف رقم اتناشر صانع العاب. ريموند سيزيتو رقم تلاتة عشر المحترف الكندي ضارب من مركز اربعة. احمد قد رقم خمستاشر ضارب من مركز اتنين. محمد رمضان ليبرو رقم سبعتاشر. احمد سعيد يلقب بالفتى الطائر. ان شاء الله يعمل الفريق النهاردة ويكون موفق. رقم تمنتاشر ضارب من مركز اربعة. يمكن هنا. هقول لا احمد قد يعني ممكن يعمل الفريق. هيدي النهاردة الكابتن ميدو وكابتن احمد صلاح. ان هو اللاعب اما يكون الكرة مش مزبوطة. آآ بيبقى قلبه متطمن عبدالله وهو بيرفع على احمد صلاح. عارف ان هو حينقزه. وممكن في نهاية الاشوات بيديله اكتر. عشان عارف احمد صلاح هو. اخطأه فعلا بصرفاته المميزة. يمكن الفريق النهاردة مركزين. شايف من التسخين. ما شاء الله عليهم ربنا وفقهم النهاردة. ويسعدوا جماهرهم. شايف حالة على السوشيال ميديا من جميع المواقع. بيتباروا عشان يظهروا نتائج المصدر والالقاب والانجازات. وبيحفزوا اللاعبة جدا. بيحفزوا من هما لازاي سعدوا جماهرهم النهاردة. خلينا برضو نفكر سادة المشاهدين اللي كمان يعني اكيد ممكن يعني ما يكونونش يعرفوا. ان الماسترز او لعبة النادي الاهلي وفريق كرة الطائرة ده عمل انجاز كبير ميت مباراة بدون ولا هزيمة. دي حقيقة. وتسجلت باسم النادي الاهلي على مستوى العالم. ما فيش فرقة في العالم عامة هذا الانجاز. دي حقيقة يمكن بالنتائج دي والالقاب دي. النادي الاهلي داخل موسوعة جينس. آآ 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 كابتن نور عاطية كابتن ممدوح اسماعيل لا تنسى نفسك حمدي دكتور رجيح حمدي كابتن هشان بدراوي وحيد هنداوي يعني جميع المدرين الفنيين كابتن محمود فهمي عمل أرشيف لجدول يمكن كابتن أحمد زكريا عد عليه في نادي الأهل المباح جاب لنا حاجات متسجلة من أول ما تنشأت الكرة الطائبة يمكن لازم من الجماهير تعرف فريق الكرة الطائبة تملي بيسعد جماهيره تملي بحق إنجازات وألقاب ما تحققتش على المستوى في أكبر الأنديا العالمية يا رب النهار دا يوفق اللعيبة ونقدر نتصدر عشان نحافظ على البطولة المفضلة للنادي الأهلي وخلينا نقول إن النادي الأهلي كمان في الكرة الطائرة الأكثر تتويجا محليا وأفريقيا عربية يعني النادي رقم واحد في السبع بطولات عربية 14 بطولة قرية والدوري 33 دوري تقريبا يعني ما شاء الله حدس ولا حرج يعني أقرب المنافسين أجبعي جدا منك نحن يعني مثلا الواحد استعرض بقى من أول ما الواحد ابتدى ليدخل النادي الأهلي كانت سنة 75 وطريبا هو الموسم دا من 75 بقى ابتدى النادي الأهلي لحد 2021 وواحد وواحد وعشرين هو تقريبا الأهلي كل اللي نتعامل بمجهودك وعكباتك وعرقكم وتعبكم وخلصكم والله هو النادي الأهلي ما شاء الله يعني المدربين مستوى عالي جدا كان مدربنا القدير طبعا كابت التوفيق شهاب دا كان يعني أستاذ وأستاذ المدربين كلها هو يعني هو عمل الكرة الطائرة في النادي الأهلي من سنة 76 دا هو اللي يعني طلع أجيال بقى يعني هو دا لربنا يعني كابتا وفيه شاب فربنا ديله الصحة وقال كده بقى الكابتر إبراهيم وكابتر فؤاد ودكتور واجي حمدي دولات اللي أنا عصرتهم في الفترة الملائبي أو كانوا زملاء ومدربين بعدين بقى المشاء الله يعني كذلك كابتن نور عطية بعد كده يعني يعني مسيك بعدين كابتن محمد مسلحي حاليا هو الحق برضو يعني هو العمل برضو يعني صحيح وخلينا نقول دا رجال وسيدات يعني مش بس رجال لا لسيدات طبعا السيدات كابتن مقوف عبدالقادر ما ننساش يمكن أكتر من عشرين سنة وقبلك مدير فني الأنسات محقق جميع الألقاب أفريقيا ومحليا يمكن النادي الوحيد برضو محقق بطولاتك كثيرة على مستوى السيدات فإن شاء الله تفضل كابتن وكابتن الحمدي ماشي على خطار خلينا كابتن نقول خلينا نتكلم يعني فنيا عن الفرقة شوية أو المطش يعني خلاص أنا بشايف يمكن فاضل ربع ساعة لو حضرتك مكان كابتن لقاني في نادي زمالك تلعب المباراة زي ويمكن سؤال جميل وصعب في نفس الوقت ماشي كده معنا كابتن تبتلعي تجيب الأسئلة الصعبة دي على طول يمكن أما يقابل لعيبة بخبرة أحمد صلاح وعدالة وأحمد سعيد وعبه مع دولة يعني لعيبة بصاح هيكون هو موقفه صعب النهاردة لازم هيقول للعيبته هيضغط بالإرسال بقى لطابة لتنين عوف وخبر حالتك هو ده مفتاح المكسب لأي فرية يعني يلعب إرسالات قوية وياخد مخاطرة الإرسال ممكن يجي في الشبك دي حقيقة دي ما فيش مشكلة فيها هو يبقى النهاردة محدد عشان يعمل الفارق لأنه هو مفتاح الفوز النهاردة سواء لنادي الأهلي أو لنادي الزمالك هو الإرسال والاستقبال يجي بعد كده اللحقة الصد حقة الصد النادي الأهلي يتفوق على نادي الزمالك الإرسال برضو لأهلي متفوق في الإرسال يعني يمكن الإرسال مثلا في الزمالك حيكون يعني الرضا هيكل بس هو الإرسال قوي جدا ولو يعني وإحنا لسه مش هداش المحترف آه يعني ما نقدرش منها محترف ما نقدرش لكن هو الوحيد اللي يمكن في نادي الزمالك الإرسال قوي هو رضا هيكل يعني لكن الباقي كلهم حيب إرسال فلوتر موجه فهو اللادي الأهلي لو يقدر تزيد بالت الاستقبال إن شاء الله الماتش حيب دي بحدك متفق مع عكبت الممضوح إنه نادي الزمالك ما عندوش خيار تاني غير الضغط بالإرسال زي ما قلنا في الجيش زي ما قلنا نادي طلع الجيش وياخد الرزك إنه ممكن يخسر نقط من خلال إن الإرسال يجي في الشهر طلع الجيش يمكن في القعد شوتين يعني بيلعب إرسال قوي جدا ويمكن ضيعة كان ضيعة في أول شوتين كان بيضيعة في الشوت حوالي ست نقط بالإرسال عشان هو ده كان الحاجة الوحيدة اللي يقدر يعملها عشان يوقف حجوم النادي الأهلي يعني طب كابتن يمكن عشان حضرتك حضرت مقرات الزمالك اللي فاتت أمام طلع الجيش تفتكر من أول ستة ممكن يبتدي مقرات زمالك هو طبعا بعد ما تسجل المحترف النهاردة يمكن هيحل لمشكلة كبيرة لكابتن محمد الآني بس هي مجاسفة كبيرة جدا وخطيرة لإما حتحمله المطش لإما وخبار حضرتك حيكون الريسك بالنسباله إن هو اللي يفاجئ بيه لعابة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي الولد ما حد شافه يمكن شافه أيام مع المنتخب كندا طب إنت لو ما تلعبه كابتن ولاعب ما لعبش ولا مباراة بلكتب حبدأ بيه حبدأ بيه طبعا لازم كابتن خلي بالك أصلا موقف يعني برضو صعب شوي أنت عندك لعب محترف جايبه بألافات وما لعبش ولا مباراة وداخل على مباراة أهلي زي ما قال كابتن ممدوح قال فيه حتة معينة لو اللعب ده نجح إنه النهاردة يقدي أداء كويس هيبان ويبقى مفاجئ طب لو ما قداش أداء كويس هو أكيد بيه ما بقاله فترة بيتمرن في نادي الزمالك يعني هو مش لسه جيد ملعبش متشاط لكن هو موجود برضو موجود في تمرين وكيدا عنده خبرة أنا ما شفتوش يعني فما قدرش أحكم عليه يعني لكن هو حيث لو مدير ثاني حضراتكم متفقين إن أنا هدفع باللعب لو هو استقباله كويس أوي لو هو حيغطي ناحية استقبال لا حيبتدي بيه لو هو استقباله عادي زي مثلا زي مصطفى دبشة لا يبقى خلاص يبقى مصطفى هيبقى أفضل من المحترف يعني أنا مقدرش أحكم دلوقتي عنده مصطفى برضو هو عنده مشكلة في الاستقبال ولو هو موجود أكيد النادي الأهلي هيبقى كله تركيزه على يعني يخرجوا بره الملعب يعني صحيح طبا كابتن حدوك يعني الستة مين هي حتوف النهار ده بس في قصة المحترف يبدأ أو ما يبدأ شي إن بتاع من ناحية النفسية اللعيبة اللي حيخرجها بره الملعب كابتن محمد الآن سواء مصطفى دبشة أو ضياء يمكن الماتش اللي فات بدأ بأحمد يوسف ده أساسي لا غنى عنه مركز كام أحمد يوسف مركز أربعة وكان بدأ معه مصطفى دبشة ما كانش موفق في الشروط الأولاني فنزل ما كانوا ضياء وعمل ماتش كويس قوي يمكن كل اللي أنا بتكلم عنهم جول مركز أربعة هما بتبقوا مفاتيح الملعب في أول كرة زي ما تفضل كاتن أحمد قال إن لو أول كرة مزبوطة هيبقى الماتش هيخش في إكوال وبونت حيقدر كل معد في سواء النادي الزمالك أو النادي الأهلي حيلعب سريع أو مش حيلعب سريع فلو الرسال النهاردة قوي والاستقبال مزبوط هيبدأ يعمل الفنتات بتاعته وينفز ويشغل كل اللعبة بتاعت الملعب يعني حداك بتقول أحمد يوسف حيبتدي مصطفى دبشة احنا نقول المحترف هنزل مكانه المحترف هنزل مكانه مين بقى عندنا في ثلاثة مركز ثلاثة هو لعب الماتش اللي فات بمؤة ولعب برشاة شيف محمد المهدي لو محمد المهدي أمؤة اسم الشورة مؤة طيب ده هيلعب في مركز ثلاثة طيب صانع علعاب صانع علعاب أحمد فاتقي بيبدأ ومعها ريدا هيكل أبزت في مركز اتنين ويمكن ريدا هيكل برضو من اللعبة اللي خدت خبرة خلال السنين اللي فاتت ما بيكون كويس بينقل نادي الزمالك نقلة تانية ريدا هيكل لو ميكونش موفق بيفق كتير مع نادي الزمالك وخبرحتك وبيأثر على الفرقة بطريقة سلبية بس اللي هنا كابتل محمد الأني عمل حاجة انه جاب هشام عويس نجم منتخب 23 سنة من نادي الطيبان ومن نادي سموحة بيعمل تمال لتغيير معد وضارب بينزله مكان أحمد فاتحي قدام على الشبكة وبينزل أشرف الأني ابن المدير الفني كابتل محمد الأني معد وهل بيحققوا نتيجة إيجابية ولا سلبية من شامي يوسف ساعات بيمشي كويس قوي برست إيده وبيدرب من عالي ولقب زو خبره مع المنتخب القومي تحت 23 سنة فخلت ديكتا عند نادي الزمالك برضو عالية بيقدر بيستفيد لو لايب مش موفق بينزل مكان البديل وعنده اتنين برضو لبرهات على مستوى عالي ودرونكا بيقدر بيلعب بيهم ساعات واحد استقبال واحد ساعات واحد بيبدأ بريضا وبعد كده بيخلت درونكا إذ كان بريضا مش موفق بيلعب مكانه يعني اللي بروهات عندنا محمد معوض محمد محسن برضو كسنتر بلوك لعب برضو منتخب لعب كويس برضو يعني الناز الزمالك سنة دي حسن كتير حسن كتير وعندهم يعني يمكن نفهم من كلام حضارك كن فيه بنش سنة دي الزمالك بأي شكل من الأشكال إن شاء الله هتبقى سهل إن شاء الله إن شاء الله هتبقى سهل خلي بالك كابتن هو يعني المسترز عندهم من الخبرات يا كابتن آه لا طبعا يعني أنا دايما براهن على موضوع الخبرات لأن موضوع الخبرات حتى في كونة القدم بتبقى ملهاش حسابات وتبقى الخبرة بتلعب دور مهم هي الخبرة بقى في المتشاط الحساسة دي وده زي مستارت كده عندنا عبدالله عبدالسلام عندنا أحمد صلاح عندنا محمد عادل عندنا يمكن أحمد سعيد برضو دولت أربع قوة القوة بتاعة الفريق هم يعني عندهم خبرات عالية جدا إن شاء الله هم اللي يحسنوا المباركة طب كابتن عمد إحنا نتكلمنا من وجهة نظر طبعا نادي الزمالك نتكلم من وجهة نظر كابتن محمد مسال حميد ولو حضرتك مكانه هتلعب إزاي يعني هو التشكيل بتاع النادي الأهلي السابت زي مين بسأ قولي بقى ستة كده حضرتك توقع يعني هيبقى طبعا عبدالله عبدالسلام معيد طبعا معيد مع أحمد صلاح الأوبزت تمام عندي مركز ثلاثة محمد عادل والمحترف البلغاري تمام وهيبقى أحمد سعيد والمحترف برضو الكندي رقم 13 يعني ومعهم محمد معوض الليبرو طيب حضرتك شايف التجارات إيه يعني ممكن هل مثلا ممكن يلجأ قد بنزله إمتى مثلا يعني شايف يعني هو منذ كل مموزات أحمد صلاح الدرب الخلفي بيبقى برضو زيد الدرب على الشبكة فهو يعني مش محتاج أنه هو يعمل تغيير المعد ومع الضارب يزود القوة الضربة على الشبكة بينزل محمد قد هو مش محتاج الحتة دي عبدالله دينك مين أحمد سعيدة كابتنا يعني كان الصورة عليه عبدالله برضو مميزته عنده الحق الصد يمكن هو أي فرقة تانية بتلجأ لكده إن هو يبقى عنده المعد يعني قصير فبينزل ضارب ضارب على الشبكة وينزل معيد بالمنطقة الخلفية بس إن إله أهلي دي ما عندوش المشكلة عندوش المشكلة عندو عبدال مطويق وإحمد صلاح وإحمد صلاح الدارب الخلفي عندو يمكن دارب أحسن من الشبكة يعني فهذه الميزة عندو ما عندوش مشكلة لها وإلا إذا كانش يعني عندنا حسام قطب طبعا إرساله قوي جدا عندونا وحاق الصد برضو عالي جدا طب كابتنا أحمد يعني يمكن إحنا تكلمنا عن كل فرقة تلعب إزاي كابت الممدوحي بس إحنا ما قلناش ناقاط الضعف كل فرقتين يعني أكيد حداك شفت مسلا بتدبي كابت الممدوحي مجانش نحضر مبارات نادي الزمالك اللي فاتت أكيد من وقت نظرك الفنية في نقطة ضعف في نادي الزمالك هو نقطة ضعف إن هو يلحب سريع على بتوع ثلاثات عندي اتنين الكرازمير اللي سنتا بلوك المحترف بشوت الكورة الوان من نص الشبكة عبدالله لو أفهاله والاستقبال كان مضبوط حفق كتير جدا يعني نادي الزمالك عندو مشكلة في استقبال الكور السريع دي كان في المرش اللي فات كان موجودة المشكلة دي موجودة وخبر حدك والبلوك ما بيقدرش ياخدها ما بيقدرش بيطلع بسرعة فعلا لأن الولاد صغارين وخبرتهم قليلة فكان نادي الجيش طول ما كان فطوطة بيلعب سريع كانت السريع ماشي جدا يعني أفهم الكلام حدقك النادي الزمالك عندو نقطة ضعف لما الفرقة اللي قد يبوه بتلعب سريع بالمركز واحد بالتالي البلوك حيحصل فيه خلل هيبقى فيه شرق في البلوك حيطلع سينج البلوك فحيقدر اللي بتعب مركز أربعة وأحمد صلاح بيشوت وهو مستريح طب ايه تاني نقطة ضعف فالصلا لأنه عندو من المعدة أحمد أحمد فاتحي قصير برضو فبيبقى الضرب من ناحيته يعني دي سهل أنه هو يعني يعني أفهم من كلام حدقك أنه إحنا ممكن نستغل وجود معد نادي الزمالك القصير نوعا عشان لما يجيله حتى يضم عليه البلوك يبقى دابل بلوك تبقى عندك الدنيا مش إيه مش قفولة لو اللعب سريع بيبقى مشكلة للمركز ثلاثة إن هو بيتحرك إن هو بيتحرك يعمل دابل بلوك فدي برضو ميزة النادي الأهلي إن عبدالله الكرط بتاعته بتبقى سريعة جدا فدي دي ميزة النادي الأهلي في النادي ممكن أحمد صلاح لو قدر يستغل الشوت على 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 الخط هو ممكن أحمد صلاح نجم آآ ضربه متنوع وبيشوت في الزاوية وشوت الزاوية الضياءة وحط البلس وبيشوت على الخط هو بيقدر يقف في الهواء شوية ويقدر برس ايده بيتحرك فعلا النقطة اللي قالها كابتن أحمد بيفق كتير جدا أحمد صلاح هو كابتن انت بتتكلم زي ما يكون الزملاء في الملعب سامين حديدك دي حقيقة ربنا رفقه إن شاء الله نهارده هو زميله كابتن أحمد قال نقطة مهمة جدا هي البليميكا بيكونش طويل أنا كمدير فني أو بليميكا في الفرقة التانية لازم أستغل النقطة دي بلعب وان وبوش فوق دماغ المعد عشان طول ما هو على الشبكة بشغل الكرة دي عشان أفضل أسحب في سكور وعل على الفرقة ممكن أخذ تلات أربع نقطة وراء بعد دي حقيقة دي حقيقة فلازم هو عبد الله يبكس في الحتة دي وعشان كده يمكن زي ما قلتلك كابتن محمد الآن جاب هشام عويس وخبار حضرتك عشان يقدر يعمل بصير ضريب مهمة بس مش حايدة يعملها طول الماتش يبطيب مرة واحدة في الجيم وبيليف فأنت النهار ده عشان يستنفز التغيرة دي وفي نهاية الجيم يجي المعد معها على الشبكة فهو ده حيبقى الفارق بالنسبة للآخر كده 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 الموقف ده هيحصل هيحصل أكتر من مرة في الجيم أن أنت هتلاقي المعد القصير نوعيا موجود على الشبكة والحاجة التانية هل في حد نقدر نوجه عليه الإرسال مثلا في نهاية الزمالة حالك شايف أنه هو يعني استقباله بعيف أنا من وجهة نظري هيبدأ على المحترف نمرة واحد عشان يكتشف مدى استقبال المحترف وقوته عشان كمان يخرجه برا تركيزه أنه هو التركيز حيبقى كله عليه ويأخره في الضرب دي الخبرات باك يعني دي الخبرات اللي حداك يعني حداك شو بتتكلم إزاي أنت راجل محترف لسه بلعب فأنا لازم أنزل العلعب عليه هو دي حقيقة ما ننخفش أنه هو كمية محترف أنه أنا ملعبش عليه لا ده أنا أركز عليه والإرسال يبقى موجه ليه ويمكن كان كل الكلام مع تامر طيجر مبارح مع اللعيبة أنه هو حيلعب على الفرد بتاعة أربعة التانية لأنه أحمد يوسف استقباله كويس قوي الليبرو استقباله كويس قوي فهو ما فيش مفرق إلا يلعب عند المحترف في البداية عشان يهزه ده لو هو في الملعب دي حقيقة ملعب لو هو حتى نزل مصطفى دابشة نزل ضياء لازم ألعب على الفردة دي عشان أخرجها برا لتركيز وخبال حتك لأنه حفر كتير جدا لو أنا النهار ده فرقت بالإرسال في النقطة دي بالذات صحيح طب خلينا برضو الكابتن نتكلم عن دور الإبروهات في كل الفرقتين تالي هم عن نفس المستوى صحي كابتن لا محمد معود طبعا يعني يعتبر أفضل الإبروهات وبدلوقتي يمكن الكابتن دي لحظات يا كابتن أحمد ما قبل المورا عبه أحمد صلاح عبدالله محمد العادل ما شاء الله كل الفرقة وقفة بيعني وفيه يعني فيه يمكن مش مسجلين عندنا مثلا محمد حمادة برضو لعب هايل هايل يعني اثنين متر خمستاشر برضو ده لعب واعد جدا عندنا مروان الصافي يعني في النادي الأهلي البر السكور يعتبر يعني يعني اللعبه كويس جدا يعني صحيب تالي خلاص يا بيبص يا كابتن هي لحظات وتنتهي المباراة طيب أستاذن حضراتكو يعني نروح لأرض الملعب بقى كابتن نتابع المباراة عزيزي المشاهدين إلى صالة المقاولون العرب لنقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول في كرة تقريب الرجال ومعلقنا الكابتن عزب الشرباجي فإلى هناك